السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوي القسم الأدبي في مقررنا الإنسان والبيئة كما تعلمون طلابنا الأعزاء كنا في حصة سابقة قد أنهينا الفصل الثالث وكعادتنا في كل نهاية فصل نقوم بإعادة بسيطة ومراجعة للفصل وإذا كان كما شاهدتم الفصل طويل نسبيا نقوم بمراجعته على مرحلتين والفصل الثالث كان يحتوي على الكثير من المعلومات الهامة لذلك سنقوم بمراجعته على قسمين طبعا إذا كنتم تذكرون كنا قد تحدثنا في الفصل الثالث عن المشاكل البيئية مشكلات بشكل عام مشكلات عالمية قلنا أن أساسها محلي قلنا أسباب المشكلات البيئية هي زيادة سريعة للسكان استنزاف مصادر الثروة الطبيعية التوسع الصناعي وإنتاج مواد غريبة عن البيئة اتباع أساليب الزراعة المكثفة وعدم معالجة المخلفات بالإضافة لحوادث نقل المواد النظيفة وسيادة البناء العشوائي قلنا أن الانتشار الملوثات بشكل عام يتم عن طريق هل تذكرون ما هي عوامل انتشار الملوثات قلنا انتشار الملوثات سريع ولا يقتصر على المنطقة التي حدث فيها التلوث وإنما هناك مجموعة عوامل تؤدي لانتشار الملوثات هل تذكرون شهدنا فيلما عن انتقال الملوثات عن طريق حركة الهواء صحيح حركة الهواء فحركة الرياح الأفقية والسطحية كما تذكرون شاهدناها في فيلم قصير حركة الرياح الأفقية أو السطحية وحركة التيارات الهوائية الرئيسية الهابطة والصاعدة قلنا تساعد على نشر الملوثات ونقلها من إقليم ملوث إلى آخر نظيف وتأثرت الدول الإسكندنافية بالتلوث القادم من المجتمعات الصناعية على الرغم من أن بيئتها كانت طبيعية وخالية من التلوث ولكن تأثرت بالمجتمعات الصناعية مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها كذلك قلنا أن حركة التيارات الهوائية الرئيسية الهابطة والساعدة من خلال صعود الهواء نحو الأعلى خاصة مناطق الضغط المنخفض الاستيوائي ومنطقة الضغط المنخفض شبه القطبية هذا أدى إلى تحرك الملوثات من مكان لمكان آخر فإذا أول عامل عوامل انتشار الملوثات كان حركة الهواء ما هو العامل للآخر؟ أيضا عامل مؤثر في انتشار الملوثات من مكان إلى آخر أحسنتم حركة الماء حركة الماء التي تسهم من خلالها التيارات المائية في انتشار الملوثات حيث قلنا أنها تجمع الملوثات أو تحمل الملوثات من مكان لمكان آخر مع حركة مياه البحار والمحيطات السطحية لسيما قرب السواحل هذا طبعا نهيك عن الأنهار الدولية التي تقوم أيضا بدورها في نقل الملوثات من المدن التي تمر عليها إلى أقاليم تعبرها من دول المنبع إلى دول المصاب عبر دول الانتفاع مثلا مثل نهر النيل في إفريقيا ونهر الراين والفولغا في أوروبا ما هي الحركة الأخرى؟ أيضا المسهمة في انتشار الملوثات نعم حركة التجارة الدولية قلنا أن التجارة الدولية تسهم بنصيب كبير من نقل الملوثات من أقليم لآخر خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية من إعدام سلع قادمة من دول إلى دول أخرى بعد اكتشاف أنها ملوثة أو غير ذلك قلنا هذه فإذا باختصار هي تحديث عن مشكلة أن التلوثم وليس مشكلة عالمية فقط ولكن منشأها محلي بعد ذلك انتقلنا للحديث عن الأقليم إذا كنتم تذكرون قلنا أن الأقليم الجغرافي هو وحدة مكانية طبيعية تتجانس فيها الظواهر الجغرافية المختلفة بصورة طبيعية وقلنا أن للإقليم مشكلتين هما الانفجار السكاني والاستنزاف الموارد الانفجار السكاني قلنا نتيجة تطور عدد السكان في فترة ظهور الإنسان أدى للانفجار السكاني ما هي أسباب الانفجار السكاني؟ هل تذكرون؟ قلنا أسباب الانفجار السكاني لدينا تقريبا أربعة أسباب أول سبب صحيح انخفاض نسبة الوفيات بسبب القضاء على كثير من الأمراض والأوبيئة التي كانت تفتك بعدد كبير من النس خاصة صغار السن ارتفاع أيضا ارتفاع مستوى المعيشة في أغلب المناطق بسبب زيادة الرعاية الصحية وما يترتب عليها من ارتفاع في متوسط الأعمار أيضا فكرة التي تحدثنا عنها ارتفاع مستوى المعيشة في أغلب مناطق العالم وزيادة الرعاية الصحية وبالتالي ارتفاع مستوى الأعمار أيضا زيادة نسبة المواليد ارتفاع نسبة المواليد خاصة بين الدول النامية مع زيادة الرعاية الصحية وارتفاع مستوى المعيشة ماذا كان أيضا من الأسباب الهامة؟ نعم زواج مبكر وخاصة في المجتمعات القروية وما ترتب عليه من طول فترة المعاشرة الزوجية الذي يتيح فرصة إنجاب أطفال أكثر طيب طبعا كان ذلك حديثنا بشكل عام عندما سألنا ما هي الأساليب المتبعة أو كيف يمكننا الوصول إلى الحجم الأمثل من السكان طبعا المتناسبة مع الإقليم ما قلنا إن الوصول إلى حجم الأمثل من السكان هو عن طريق تحديد الإنجاب أو تنظيمه وعن طريق سنقوانين صاري ما تحد من النسل ماذا عن تحديد الإنجاب أو تنظيمه قلنا هي مسألة مارسها الإنسان منذ القدم لأسباب مختلفة سجل التاريخ عند المصريين واليونانيين والصينيين والعرب طرق مختلفة من أجل تنظيم النسل أما في اليوم الحاضر فهناك اجتداد في الضغط السكاني على موارد الغذاء والماء وزيادة الجوع إذا صح التعبير فهذا هناك مطالب أكثر منذ قبل عن من أجل التخطيط السريع لضبط النسل خاصة من خلال استعمال أساليب صحية ومشروعة بالنسبة لسان القوانين الصارم التي تحد من النسل هي أيضا مشكلة ثبت أن أسلوب الاختيار لم يحقق أي نجاح مثلا في الصين التي لا تعطي أي حقوق صحية وتعليمية ودانية من قبل الدولة لأكثر من طفلين واحد للأسرة لم تكن فعليا ناجعة وتحدثنا في حينه إذا كنتم تذكرون عن رأي الدين في مسألة تنظيم النسل أو تحديده وقلنا أن هناك اختلاف بين رأيين رأي يؤيد ورأي يعارض وكل منهما يقوم بطرح أدلته على ذلك مع أن الأمر لا يتعدى اجتهاد إذ لم يوجد نص صريح في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة يؤكد أو يمنع مسألة تنظيم النسل أو تحديدهم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن مشكلة من المشاكل التي يعاني منها الأقليم بشكل عام هي مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية قلنا أن الموارد الطبيعية تنقسم إلى موارد متجددة وموارد غير متجددة تحدثنا عنه تفصيلا في دروس سابقة قلنا من الموارد الطبيعية الهواء الماء التربة النباتات الطبيعية ومحتويات باطن الأرض هذه كانت من الموارد الطبيعية قسمناها إلى متجددة وغير متجددة كما تعلمون الهواء متجدد الماء متجدد التربة متجددة والنباتات الطبيعية متجددة كما إنما محتويات باطن الأرض في معظمها غير متجددة مثل النفط مثل الغاز الفوسفات وغيره من المعادن طبعا هكذا قسمناها بناء على أمثلة بعد ذلك سنتحدث عن أسباب استنزاف الموارد الطبيعية قلنا أن أسباب استنزاف الموارد الطبيعية إما أن تكون طبيعية عوامل طبيعية وإما أن تكون عواملا بشرية إذا كنتم تذكرون عوامل بشرية ماذا قلنا في العوامل البشرية الضغط السكاني الاستغلال السيء للموارد الطبيعية طبعا الضغط السكاني نعني به ضغط اقتصادي أيضا ليس سكاني فقط وعندما ضغطا على الاقتصاد فزيادة عدد السكان واستمرار نموهم الاقتصادي والاجتماعي يؤدي بضرورة لزيادة معدرات استهلاكهم خاصة بالنسبة للفرد فيما يؤثر على رسيد الموارد وجودتها خاصة الموارد غير المتجددة بالنسبة للإستغلال السيء للموارد الطبيعية إذا كنتم تذكرون قلنا أن جهل الإنسان وتخلفه وتبسكه بالتقاليد والعادات القديمة غالبا ما يؤدي إلى تلف وتدمير الموارد الطبيعية ويزيد الأمر سوءا أن حوالي 70% من سكان العالم ينتمون إلى الدول النامية والمتخلفة تكنولوجيا وبالتالي تعاني بلدانهم عادة من التخريب من أيضا حدوث خلال بيئي زحف الصحراء وتعريتهم جراف الترباء نظرا لعدم الوعي في استخدام العلم الحديث دعونا نقول الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة بالنسبة لسوء التخطيط نقول أن سوء التخطيط لم يكن المفروض أن يبنى على أسس علمية مدروسة من أجل أن يكفل حسن استخدام الموارد ورصانتها وصيانتها من الاستنزاف ومن التلف بالنسبة للنمو العمراني طبعا الاتساع عن النمو العمراني وشق الطرق وإقامة مصانع كل ذلك أدى إلى تقلص نساحة الخضراء الزراعية المتاخمة لهذه المراكز العمرانية أيضا تعرضت البيئة بيئة المدينة والقرية أيضا بشكل أكثر وضوحا كما سنتحدث عنه في حصص سابق أو في مراجعتنا لهذا القسم التلوث هو أحد المشكلات البيئية التي سنتحدث عنه تفصيلا في فصل كامل هذا بالنسبة للعوامل البشرية ماذا عن العوامل الطبيعية؟ طبعا العوامل الطبيعية التي تتمثل عادة بالظروف المناخية كان حباس الأمطار وعدم انتظامها وارتفاع درجات الحرارة، هبوب العواصف القوية والفيضانات المدمرة، زحف الرمال والبراكين والزلازل كلها عوامل طبيعية لها تأثير واضح على الغابة والحيوانات البرية أيضا طبعا لها مؤثرة بشكل عام على البيئة لكن كيف يمكننا حماية البيئة الطبيعية في الأقاريم الجغرافية من التلف والاستنزاف؟ كم خطوة يمكننا أن نتبعها من أجل تجاوز هذا الأمر؟ أولا ضرورة ضبط النظام الاقتصادي والاجتماعي بطريقة تكفل صيانة عناصر النظام البيئي من أجل السمرار للحياة ثانيا تحقيق الكفاية البيئية للسكان دون حدوث خلل لعناصر البيئة حاضرا أو مستقبلا عن طريق عدة أمور أولا تحديد حجم الموارد الطبيعية ونوعات فيها هل هي متجددة أو غير متجددة طبعا نقوم بقسمها ودراستها لمعرفة حجمها هل ستكون قادرة على كفاية الإنسان حتى فترة معينة تحديد الحجم المطلوب منها لمواكبة عدد السكان من تم تحديد مدى تأثير العمليات البشرية والطبيعية على نظام البيئة طبعا هذه الدراسة بحاجة ليست فقط دراسة يفترض أن تكون أيضا مرحلة علاجية من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية وبالتالي من أجل الحفاظ على حياة الإنسان بطريقة المثلة لا أن تكون في حدوده الدنيا كما يحدث الآن في بعض المناطق لسيما في إفريقيا طلبنا الأعزاء هكذا نكون قد انتهينا من حديثنا عن مشكلات الإقليم أو مراجعتنا لمشكلات الإقليم في حصة قادمة إن شاء الله سنقوم بمراجعة مشكلات القرية ومشكلات المدينة طبعا قبل أن ننتقل لفصل جديد هو الفصل الرابع أتمنى منكم متابعة دروسنا بشكل مستمر والاستفادة أتمنى لكم أيضا الاستفادة منها واسمحوا لي الآن أن أشكركم على طيب متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته